والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علما سيكون منكم مرضى آخرون آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه الصباح الفل والياسمين ازيكم يا حلوين ان شاء الله ياربوا تكونوا بخير نصلى على الحبيب قلبنا يتيب نهاركم سعيد ان شاء الله ما تنسوش تدعو الأبوية والرحمة والمخصرة والجميع موتى المسلمين أجمعين اللهم أمين النهار ده بقى كان لازما ولابد ان انا يعني بصوا اكمل روتين الشتة بقى او بصوا انت عارفين اللي بيحصل لنا في الشتة فكان لازما نقوم بالخطوة دي وهو اشارككم كمان حبة المشتريات اللي انا مبسوطة بيقيهم قوي على قد ما هوم حاجة بسيطة او حاجة قليلة في نظر البعض بجد بس انا فرحانا بيهم جدا طبعا أقل حاجة بتردي وبتفرح البعض يعني مش كل الناس اللي هي بتفرح بأقل حاجة عندها بس الحمد لله انا من الناس اللي هي بحمد ربنا على اقل نعمة في ايدي او اقل حاجة عندي والحمد اللي ربنا يدمها علي نعمة فالمهم بقى ايه انا قلت اخلص معاكم بقى الروتين اللي هو يعني بصوا انا طبعا شاركتكم الفيديو اللي فات او الفيديو اللي قابل ده انا عارفة ان انا اتأخرت في نزول الفيديو اصلا بس ده لزروف ترقى والله المهم عندي بقى قلت اشارككم بقى الفيديو اللي الجبار ده متصور اصلا من تاني يوم يعني انا خلصت معاكم ونزلت التصوير اللي فات وخلص انا فرشت الشقة مينفعش اصيبها في السقعة وكده فالمهم عندي بقى جبت حافظة او جبت تلات حافظات زي ما انتو شايفين اللي هي اسمها جبلان او حافظة جبلان حلوة جدا طبعا انا مش هتعمر عندي كتير هقولكو دلوقتي لي بس اهم حاجة او اكتر حاجة بتريحني نفسيا ان انا كن مشغلة قرآن جامبي واكتر شيخ بحبه او بحب اسمع صوته الشيخ مشاري راشد فطبعا يا ريت شاركوني كده وتقولولي احسن صوت شيخ بتحبوا تسمعوا القرآن منه واسمه ايه بحيث برضو نشوف واسمع برضو بالصوت الشيخ او اي حد بيحب حاجة معينة قولولي لان طبعا انا سمعت اصوات الشيخ كلها بس مش عارف انا بحس ان انا مرتاحة نفسيا وانا بسمع الشيخ مشاري راشد مش عارفة ليه الاسكار الصبح بشغلها وقناة اصلا ان هو عامل قناة على التلفزيون اسمها العفاسي جميلة اوي انا معظم الوقت مشغلها عندي على الشاشة يا اما مشغلها معي في التلفون لما بكون بصور صراحة مش بعرف اشغل التلفون فبشغل التلفزيون تعالوا بس الاول اتفرجوا بقى على حبة الحاجات الصغنونة اللي جبناهم دول بس بجد يعني مش عارف اقول لكم بجد اغيروا لمسة من القضة شوية عشان بس يدي الدكرات لان طبعا الستار عندي الستار القديمة ما غيرتهاش فحبيت اكسر الالوان شوية ودخل الاخضر والدحبي في القوضة يعني احنا زي ما انتم شايفين انا عملت فرش الانتريه اللي هو لونه بنكة او فوشية خفيف كده ورصاصي ودهانا القوضة ابيض فالستار مش ماشية مش متنسكة فاقولت اكسر اللون بقى بايه بحيطة حفظة كده فيها من الوان السطارة وكمان فاستين طبعا الفازات دي ممكن نمرة ثلاثة ولا حاجة لان جبتها قبل كده كم مرة وما بيعمروش عندي مش عارفة المشكلة في ايه صراحة ربنا يهديهم ولادي ويسترها لان اي حاجة هنا بتتكسر في ثانية ما بتعمرش عندي يعني انا هتشوفه دلوقتي حاجة او هتشوف الفازة اللي هتجي دلوقتي دي دي ما تبقى من الفازات اللي قبل كده بس نحطي كده الاول شايفين تصبر يا صغنونة دي ما حبيتش اجيب حاجة كبيرة قوي ودي ممكن نجيب لها ورد مجفف ونحطها فيها او نسيبها كده يعني يا لها اختيارات كتير صراحة وممكن نسيبها كده مفيش مشكلة ممكن نجيب الشامع عليها بتنور دي برضو الازازة دي بتتخلع وبتتحاط بس بجد حلوة قوي اللي هي بصوا اللون اللي دهبي انا هباحبه عمتان يعني بيزبط الدنيا خلاص كده انا خلصتي اعتبر ترتيب الشقة عشان انا عندي يوم اصلا صعب يعني ايه صعب يعني انا النهاردة حبيت عمل له محشي بقى عارفين انتو الشتاء احلى حاجة فيه هو الجو الشتاء ده اصلا مش عارفة سبحان الله تحسوا فيه اصلا الاكل له طعم تاني وريحة تانية تحسوا ان جو الشتاء او ريحة الشتاء مع ريحة المحشي وريحة الاكل او الخير في البيت مختلف نيجي بقى للفظة اللي محيراني شفت انتو الفظة الكبيرة اللي كانت في ايدي من شوية دي دي طبعا كانت اتنين واحدة كبيرة احدة صغيرة والطبق اللي هو بيبقى بيتحط عالصفرة او في مكتبة او كده فالحمد لله انتقلوا لرحمة الله وما عدش بقى الا دي فكانت محيراني شوية احط الكبيرة ولا حط الصغيرة لحد ما اخترت يعني الصغيرة مؤقتا وبعد كده هبقى اشوف حاجة تانية احطها لان الكبيرة واكلة المكان او خلاص صليتوا معايا كده على الرسول صلوا معايا على الرسول ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب ونقول اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين دخلت المطبخ بقى هنا طبعا انا كنت جايبة كرومبيا من السوق وجايبة ايه اتنين كيلو بتنجان من السوق برضو قلت يعني كرومبيا طبعا الايام دي يعني هو ماسك نفسه شوية او شادت حيلو علينا شوية بسه حلو برضو جبت واحدة صغيرة كده زي ما انتم شايفين وابتدت نضفتها وهروح اسلقها انا على طول وطبعا اعود اقوار ربتين جانا انا مش حبق الخمك بس في تفاصيل وبعدين نيجي بقى تاني نعيد بقى اليوم بتاعنا حاجة بسيطة نعملها طبعا الحفزات والحاجات اللي انا جبتها دي مش هتطول معايا كتير ليه مش هتطول معايا كتير لان طبعا الجو خلاص بقى ابتدى يبرد مبتدت جبت انا كده حطيت على السرير بس دفيات بحس تدفي الدنيا شوية لحد ما ننزل البطاطين وكده فقلت خلاص هي فترة بسيطة بس وهشيلهم تاني يعني ممكن اسبوع ولا حاجة يعني انا نويتها كده وان هي للا اول شتوية او اول نزول مطر ينزل كده عندنا هبتدي خلاص اشيل حفزات تقالمها اخسيلها وعينها وابتدي افرج بقى اليسجاد الشتاء ان انا غطي السيراميك كله بحس يعني ما بقاش فيه اي كتعة من السيراميك باينة لان انتو عارفين السيراميك اصلا بيطلع رتوبة او بيستقع المكان وحنا في الشتاء يعني الشتاء السنة دي اصلا شكله مختلف الجو بدأ بيبرد برودة فظيعة بالليل وحنا لسه طبعا يعتبر مدخلناش في الشتاء اللي هو فربنا يسترها علينا فانا زي ما بقولك كده عشان كده بقولكو مش هيعمر عندي كتير الحفزات بس اهو احنا قلنا بس نغير ونجدد ويبقوا معنا لسه في الجاي باذن الله لو عشنا وربنا كتب لنا عمر فاخلاص بقى هنا انا اوهرت البتنجان وغسلته وغسلته خضرتي طبعا نقعتها شوية وغسلتها وجيت بقى هنا هنعمل مع بعض المحشي عشان تثبطي التسبيكة بتاعت المحشي بتاعتك ازاي محشي الكروم لازما تزودي الكمون في المحشي حلوة قوي وكمان وانت بتسلق الكروم باية تزودي ملح وكمون طبعا بتثبط معايا ريحة الكروم وهنا الصلصة بتاعتنا دي نحط عليها معلقة من السكر بتثبط معايا المحشي وبتعدل كمان حموضة الطماطم بجد اعمله وربنا يحسن ما بين ايديكو بجد احلى محشي ممكن تجربوه لما تكونوا يعني عاملين حطين بهرات بتاعتكو مظبوطة ومخطرين في الكمون بالنسبة لمحشي الكروم طبعا انت هتحشي كرومب وبتنجان ما فيش اي مشكلة خالص عادي احنا بنظبط برضو الحدء بتاعنا بملح وكمون وملح وفلفل وبهرات محشي طبعا احنا بنشتري البهرات ولو عندي الكسبرة ناشفة بنحط ما عندي ناشف خلاص ما فيش مشكلة يعني دي ما بيتأثرش معايا على المحشي المهمة عندي الكمون خلاص كده بقى انا سلقت الكرومبايا وقطعتها ونضفت البتنجان بتاعي كمان غسلته وزبطته وخلاص على كده اخدهم بقى هتزود زيت وطبعا انا عملت تسبيكة بتاعت المحشي على النار بتنطلع منها اي كمية من المية بحيث لو انت مثلا اتأخرتي على ان انت تحشي ولا حاجة ولو عايزة تعملي تسبيكة دي على بيات يكون الموضوع كده انا قلبت الصلصة او الرز خلطة المحشي وحسيت ان هو دلع شوية فرجعت زودت شوية ايه ملح بفلفل اصمر او ملح وكمون المهمة بقى انا هحشي الكمية بتاعتي واحطوهم على النار سريعا كده بحس انتوا عارفين يعني الشيطة اصلا اليوم بتاعه قصير والليل طويل وكمان تغيير الساعة اللي جاي لنا ده يعني كل ايه كم يوم والساعة كمان تتغير هيلخبط معانا اليوم خالص فربنا يعينا ويعينكو وطبعا ولادنا في المدارس وخلاص يعني كل يوم تقييم وكل يوم متحان وربنا يعين في كل يعين كل ام على ولتها طبعا الله العظيم اكتر حد مظلوم في المجتمع ده هي الستات اه سكانت ستة شغالة او ستة عاملة او ستة حتى رب تمنزل اللي اتنين مطحنين ربنا يعينا ويعينكو يا رب جيت خلصت كده حلت المحشي عشان بقى تديك الرحل حلوة بقى وبصوا مش قادرة وصف لكم قطعة اشطة كده بسياكة متالجة فانا قطع طائع شرائح انزل بها كده على حلت المحشي بتاعتي وانزل بشوية شربة حلوين سخنين كده بحيس يغلي معي المحشي في ثانية وهحطوهم على النار طبعا سوى المحشي كل البنات الامارات اللي عارفيني من زمان عارفين يعني انا عارفة ان انتو اصلا كلكو اسادزة اسادزة في الوصفات اللي هي يعني خلاص ده حياتنا ده عشتنا المحشي ده اصلا فخلاص انا حبيت بس اشارك معاكم الفيديو البسيط ده او ان انا اوسق معاكم اصلا مشترياتي او التغيرات او الحاجات البسيطة اللي انا جبتها دي عشان الايام جاية بقى يمشتة وايام اصلا انا بحب الوصفات وقفت المطبخ وهنعمل وصفات حلوة واقتصادية وبجده هتعجبكم بس ما تنسوش لو ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل اشعار عشان انا اوقات كتير باتاخر في الفيديوهات بس ان شاء الله لو عاملين اشتراك هيبقى اي فيديو ينزل انتو اول ناس هتشوفو وخلاص كده خلصت بقى الغداء بتاعنا وبصوا ما تتصوروش الله حصلي انا عملت الغداء وخرجت الاكل قدام ولادي ونسيت اصلا اطلع الفرخة والله العظيم صورت وحتى احنا عادين على الاكل نسينا فين الفرخة ياولاد بعد ما قلنا خلاص بناكل فالحمد لله يعني ده الزهيمر اللي بيحصل لنا كلنا والله كده اشوفوشكم على خير في فيديو قديد مع السلام